طبعا بعد أن أصدر السيد المحافظ تعليماته بتخصيص ميزانية لدائرة صحة نينوة قيمته مليار دينار عراقي ولمقتضيات المصلحة تم رفض دائرة صحة نينوة بتخصيص إضافي آخر قيمته مليار ونصف فالآن أصبح ضمن تخصيص دائرة صحة نينوة لمواجهة فيروس كورونا مليارين وخمسمية وثلاثة وخمسين مليار دينار عراقي إن شاء الله هذا التخصيص سيتم به شراء عدد من الأجهزة التي ستواجه فيروس كورونا بالبداية نشكر السيد المحافظ على اهتمامه المتوالي لدائرة صحة نينوة وحرصه على تجهيز الدائرة بالأجهزة والمستزمات لديمومة العمل في مواجهة فيروس كورونا وقد أمر سيادته بتخصيص مبلغ يزيد عن مليارين وخمسمائة مليون دينار لمواجهة هذه الحالة وقامت اللجان الفنية في دائرة صحة نينوة بإعداد الكشفات اللازمة وتم تعاقد على الأجهزة التي تحتاجها الدائرة في هذا المجال نشكر السيد المحافظ المحترم على هذه الرعاية الأبوية لدائرة صحة نينوة علما أن الأجهزة تضم مختلف الاحتياجات الضرورية لمواجهة الفيروس من أجهزة التنفس الصناعي والأجهزة الملحقة بها وكذلك الأجهزة المختبرية التي تساعد على تشخيص المرض والمستلزمات وكافة الملحقات التي تحتاجها الدائرة نشكر قلية الأزمة الصحية التي ساندتنا وساندت السيد المحافظ في اتخاذ القرارات الصحيحة والجريئة في هذا المجال طبقا للتعاقد التي أبرمته محافظة نينوة مع الشركات المجاهزة من المؤمن أن تجهز المستلزمات خلال فترة قصيرة حسب الاتفاق أقل من أسبوعين إن شاء الله تورد هذه الأجهزة إلى محافظة نينوة لأن الأجهزة ليست متوفرة في المخازن فورا وإنما قسم منها في بغداد وقسم منها ستستورد لاحقا من خارج القطر استجابة لطلب خلية الأزمة الصحية المشكلة من قبل السيد المحافظ والتي تضم دائرة صحة نينوة واستشاريين وخبراء من خارج المحافظة من داخل المحافظة متقاعدين ومدراء المستشفيات فقد استجاب السيد المحافظ لطلب الخلية بزيادة التخصيصات المقررة لصحة نينوة وسنلبي كافة الاحتياجات التي تحتاجها المستشفيات ونحن مع دائرة صحة نينوة وسادة المسؤولين في المحافظة وسيد المحافظ تحديدا لاستجابته لطلبنا بسرعة القصوى ترجمة نانسي قنقر